لبعده ألمانيا دول بقى الملدوزورات ألمانيا معودة أنا كلنا أنه بتخش على أي فريق أو العقلية في التحاد الألمانيا يجيب مدير فني أو يبقوا محضرين لعيبة للمستقبل يخش على أي منتخب فكرة الزيرو سامجي أنا مش شايف حد يا معركة صفرية أنا هكسبك كده كده لا يوجد منافس قدامي دايما نقول لك الماكينات الألمانية عشان القوة اللي بيخش فيها على أي فريق ومن المنطلق ده حاسوا أن فترة يوكيم لوف خلاص انتهت يا أستاذ راميس وأنه لازم يكون فيه تجديد للدماء وطبعا خاصة بعد خسارة أمام أسبانيا 6-0 اللي ممكن يبقى فيه ثقر كروي أنه هيبقوا مع بعض في المجموعة وكان التعاقد مع ناجلزمن اللي خقق مع بايرن كل حاجة دوري وكاس ألمانيا وشامبينز ليج ودوري عبد كل حاجة لما جابوه أعتقد الشكل بتاع ألمانيا تغير حتى التأثير بتاع اعتزال اللعيب في يورو 2020 مارك رويس نيج مريل مدريد في وسط الملعب ما بقاش فارق لعيبة بتاعت بايرن ولعيبة المتجمعة أقوى بكتير براهن أنه يبان في الظاهر أنه ألمانيا مش مرشحين لكن ألمانيا دائما تعودنا أن الأداء بيبقى تصعودي فيه لعيبة كتير كمان صغيرة جمال موزيالة اللي إنجلترا خسرته ولعب معهم مثل إنجلترا كشاب بس ألمانيا نجحت أنه يمثل ألمانيا نوير طبعا وإنت عندك حارس مرمزانيور تتوقع أي حاجة تحصل مولر توماس مولر واحد من أكتر ناس سجلت ولسه العيبة مكملة مسجل عشر هدافة كاس العالم فبالتاني مجموعة ألمانيا يبان إنها مش من الأربعة الأقوية جدا أو سكوات قوي لكن تجديد الدم اللي حصل مع العيبة اللي عندها خبرة أعتقد أن ألمانيا طبعا مرشح كابتن وليد ألمانيا مليون في المائة طول ما هي مش مرشحة ممكن تاخد كاس العالم دايما معودين على كده زائد أن نزلوا بمتوسط الأعمار قوي عندهم مكوكو أصغر لعيب في كاس العالم 17 سنة عندهم جمال مصيالة مليون في المائة لعيب موهوب جدا لا ممكن طبعا ألمانيا يبقى لها حظوظ وإن كانت مش أفضل فرقة لكن هم معودين وهم مش في حالتهم بيبقوا بينافسهم كابتن عيني فرقة لها تاريخ ودايما عندها مفاجآت وعندها شخصية دايما ليهم تركيبة شخصية مختلفة يعني يقول عليهم الماكينات أو زي ما أنت بتقولي ليهم ألقاب كتيرة لكن فرقة عندهم بصراحة صناعة الثقة الجديدة اللي فليك بيعملها المدير الفني مع المنتخب الألماني قد يعملك مفاجأة لأن أنت مش من الفرقة المرشحة بشكل مباشر لكن فرقة فرقة تفضلية تتفرجي عليها وتنتظر منها الكثير هو هنزي فليك طبعا دخلنا بس تنين بتوعبير هنزي فليك في ناكلزمن هنزي فليك طبعا مدير الفني